بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرجية انتشارهية. النهاردة هنتكلم على اه رمز اه لو شفناه في المنام. اه اولا اه نبشر بقدوم فرحة بقدوم اه سعيدة. كمان من الرمز اللي بتدل على اه تغيير وتبديل وكمان تطور اه في حياة الرائي للافضل. برضو من الرمز المبشرة بالصفر. والصفر ده هيعود اه بفايدة على الرائي اه سواء فايدة مالية او اه تغيير في اه اوضعه. اه كمان الرمز اللي هنتكلم عليه من الرمز اللي بتدل على الزواج وزواج من شخص ليه مكانة وكمان ميسور الحال. كمان من الرمز المبشرة بانجاب زكر. والله اعلم واعلم اه كمان من الرمز اللي بتدل على مكانة وعلى منصب وعلى ترقية وعلى مكانة هيحصل عليها ادرائي بين الناس. كمان من الرموز اللي بتدل على استقرار وعلى تحسن في المعيشة وعلى زوال للهموم وزوال للتعب. آآ برضو من الرموز اللي آآ قوية المبشرة بقدوم خير وكمان من الرموز اللي بتدل على تحقيق امنية آآ للرؤية. آآ هنعرف ايه هو الرمز ده وكمان هنعرف امتى بيدل على الحالات اللي اهنا اتكلمنا عليها. الرمز اللي هنتكلم عليه النهار ده هو آآ رؤية النجوم. النجوم بشكل عام في المنام من الرموز اللي بتدل على خير وخير كبير جدا هيحصل للرأي. كمان بشارة بآآ سعادة بفرحة بآآ سرور. كمان النجوم آآ من الرموز برضو المبشرة. لو كان الرأي آآ بيسعى لي آآ سفر فمن الرموز المبشرة لي آآ بي آآ سفر. آآ كمان الرجل لما يشوف النجوم في المنام فمن الرموز اللي بتدل على القوة وعلى السيطرة وعلى مكانة آآ عالية هيحصل عليها الرأي آآ سواء آآ مكانة بين الناس أو مكانة ومنصب آآ يحصل عليه في آآ عمله. آآ كمان لو رجل آآ متزوج فمن الرموز اللي بتضل على حبه وعلى مواده وعلى تفاهم بينه وبين زوجته وكمان على استقرار في حياته على زوال مشاكل زوال هموم على تحسن في المعيشة الرأي بشكل عب كمان النجوم اللمعة والمنورة في السماء للرجل بشارة بمكانة عالية ومنزلة هيحصل عليها بين الناس كمان النجوم اللي بتلمع بشارة بصفر والصفر ده هيكون للعمل وهيعود عليه بمنفعة وبتغيير في حياته للأفضل كمان الرجل لما يشوف النجوم بشارة ليه بزرية وفي الغالب بيكون زقر لو كان بيمر بديئة أو بيمر بهموم أو بيمر بفترة صعبة في حياته وشاف النجوم منورة فبشارة ليه بتغيير في حاله للأفضل والأحسن كمان بشارة ليه بزوال هموم الرجل الغير متزوج لما يشوف النجوم فبشارة ليه بالزواج من فتاة بكر كمان الفتاة العزباء متشوف النجوم فبشارة ليه بالزواج من شخص دي ما كانه وكمان ما يصور الحال وكمان على خلق كمان النجوم دي الفتاة العزباء لما تشوفها انها منورة ويعني شكلها حلو في المنام فمن الرموز اللي بتدل على سماعها أخبار سعيدة كمان النجوم الملونة بشارة بفرحة وبسعيدة كمان المرأة المتزوجة لما تشوف النجوم في السما فبشارة ليها بحلاقة فيها حب وفيها تفاهم بينها وبين زوجها كمان لو عندها أولاد فبشارة بنجاحهم وبحصلهم على مناصب كبيرة لو ما كانتش عندها أطفال فمن الرموز المبشرة ليها بمولود زكر والله أعلم وأعلم كمان النجوم لما تشوف المرأة المتزوجة النجوم يعني كتيرة في السما فبرضو من الرموز اللي بتدل على الهداية وعلى قوة العقيدة كمان المرأة المتزوجة لما تشوف النجوم هي بتتحرك ومنورة فبشارة بتغييرات هتحصل في حياتها والتغييرات دي هتكون للأفضل كمان النجوم اللي لها ألوان مختلفة فبشارة بفرحة بسعادة برزق هيبقى قادم لها والأسرطة المرأة المطلقة كمان لما تشوف النجوم فبشارة لها بالزواج من شخص ميسور من شخص على خلق كمان لما تشوف النجوم وهي مضيقة فبرضو من الرموز اللي بتدل على زوال همها على خروجها من ديئة وتكون بشارة لها بفرحة وكمان بسعادة كمان المرأة المطلقة لما تشوف النجوم مضيقة فدي مكانة هي هتحصل عليها كمان النجوم برضو من الرموز اللي بتدل على تحقيق مطالب لانرائي أو طلب أو رغبة لانرائي في حياته كمان لو كان مديون فمن الرموز اللي بتدل على سادات دينه وعلى قدوم رزق له يمكن من حيث لا يحتسب وكمان يمكن بعد صبر كمان النجوم برضو من الرموز المبشرة برضو لرائي بقدوم خير بقدوم صفر كمان ممكن تدل على يعني عودة شخص غيب أو شخص مسافر كمان على تغيير وتحويل في حال الرائي للأفضل وليء الأحسن ده كده باختصار أهم البشرات اللي بتحملها لنا رؤية النجوم في المنام اتكلمنا عنها بشكل عام بتمنى أن يكون الفيديو عجبكم لو في أي استفسار أو سؤال اكتبوا لي تحت وأنا إن شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة